أشهد المواطنون بمركز سقلت بمحافظة سهاج بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وأضاف المواطنون أن العديد من المشروعات تتم بالتوازي في مختلف القرى وأن هذه المشروعات تشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشربة صرف الصحي والبنية التحتية بمختلف أنواعها أول مبادرة المبادرة عندنا فيه قرى نسبة التنفيذ فيها وسط عدد 60% جميع محطات الرفع بدأنا العمل فيها كل المشروعات عمدانا فيها تم تسليم جميع الأراضي للشركات المنفذة في وحدات الصحة من الصحي مركز الشباب محطات الرفع برضو بنشكر الأهالي أن يساهموا فيها لما شافوا المشروعات كان الأول لما نطلبوا أرض للأهالي وقول لك أنت هتعمل إيه لما تعملوا إن شاء الله بعد 10 سنين 5 سنين أول ما بدأت أطلق سيد الرئيس المبادرة بدأنا الأهالي استجابت معنا كان فيه قرى مفاش أملاك دولة الأهالي تبرعت فيه ناس تبرعت من أرضها الخاصة وفيه أهالي مشاركة مجتمعية تجمع مع بعضهم كناش متوقعين فيه قرى الفرسية بالذات تحصل فيها صرف صحي ولا لا هذه شباب ورياضة ولا واحدة صحية إنما الحمد لله رب العالمين تمت فيها كل المشروعات خدمة منتازة جدا لنادي الشباب قرى المستشفى الصحية ديها حد عظيمة جدا